نروح دلوقتي مع حضراتكم لجمعة بنها لنظامة مبارح المؤتمر السنوي الثاني للدراسات العليا للعلوم الإنسانية وده كان بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات ببنها بحضور عدد من الشخصيات العامة والشخصيات البارزة أيضا المؤتمر بيستهدف بناء قدرات طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين في مجال العلوم الإنسانية وأيضا بيستهدف طرحه معالجة مختلف القضايا اللي بتتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية خلينا نتابع أولا سعيد جدا نبقى النهاردة مشارك في المؤتمر السنوي للدراسات العليا للعلوم الإنسانية في جامعة بناء جامعة الحقيقة نفخر بها وكان في حوار الحقيقة سري جدا مع السادة أعضاء هيئة التدريس والحضور حول مستقبل التعليم ومستقبل المعرفة في مصر خصوصا في ضوء التطورات التكنولوجية اللي شايفينها حوالينا زي الزكاء الصناعي وخلافه وتأثير ده على فكر التعليم بشكل عام فكانت حديث الحقيقة سري تمت فيه دراسة التجربة المصرية في التطوير والتجربة المصرية في بناء صرح زي بنك المعرفة المصري فكرة استعادة ثقافة التعلم كل دي أمور كنا بنتكلم فيها مع السادة الأسادزة وتم الاتفاق على أن الأسادزة في تخصصات كتير هيبحثوا مع بعض التجارب والدروس المستفادة من تجربة تطوير التعليم المصري المؤتمر بيستهد بناء قدرات شباب الباحثين بالجامعة والجامعات الأخرى وبيحاول أن يكسبهم مهارات المشاركة في المؤتمرات المهارات المختلفة للمشاركة في المؤتمرات حيشارك في المؤتمر السندي في دورته التانية ما يكرب من سمعين بحث في المجالات المختلفة للعلوم الإنسانية عندنا مؤتمرات في محور العلوم القانونية وعندنا أبحاث في محور العلوم التربية الرياضية وعندنا أبحاث في محور العلوم التجارية والاقتصادية وغيرها من فروع العلوم الإنسانية بسبب تطور التكنولوجي السريع والمتلاحق أدى إلى وجود حاجة لدمج البيئات التقليدية مع البيئات الإلكترونية فظهر اللي هو بيئة التعلم المقلوب وفي دراسات كتير أكدت على فعالية التعلم المقلوب وأنا استخدمت في بيئة التعلم المقلوب نمطي الدعم المعلم والأقران لأن البيئة دي بتتيح أن هي بتقدم لي نمطين الدعم دون ونظراً للفروق الفردية بين المتعلمين فأنا اهتمت بالأسلوب المعرفي المخاطرة والحذر لأنه من أكثر الأساليب المعرفية المرتبطة ببيئة التعلم المقلوب ومصدر الدعم فيه دراسات كتير اتكلمت أن فيه ضعف في مهارات التحدث والكتابة لغيره النطقين باللغة العربية على بقى دول يعني في الدول مختلفة فأنا بحاول أن أنمي المهارتين دول باستخدام استراتيجية لسه مقترحة قيمة على حاجتين أو قيمة على مدخلين أو المدخل اللي هو الاحتياجات اللغوية أن أنا بشوف الاحتياجات اللغوية بتاعتهم هم محتاجين إيه ومن خلالها أعمل لهم حاجة اسمها إنغماص لغة في البيئة اللغوية علشان أعرف أن أنمي عندهم المهارتين بتوع التحدث والكتابة فبناء على أن أنا مثلا ممكن أخذهم في أماكن موجودة هنا في مصر أن أنا أروح بيهم مثلا سوبر ماركت إن إحنا نتعامل مع الناس وده كله هينمي عندهم مهارة التحدث والكتابة أنا شغال على محصول الفراولة فالبحث ده أنا أستلقى عرفت إيه التغيرات المناخية اللي بتحصل على محصول الفراولة وإزاي اللي أنا كيف معها وإزاي اللي أنا أوجه التأثيرات السلبية بتاعتها استفد مؤتمر المؤتمر يعني أنا طبعا دي مجموعة من الأبحاث اللي أنا بقدر اللي أنا أستمع ليها واللي أنا أقدر اللي أنا أطلع بفكرة جديدة ممكن اللي هي تفيدني في الحياة العمالية بتاعي دور البحث في التعرف على مشكلة البحث الرئيسية في التعرف على الدور الوسيط لتجارب العملاء في العلاقة بين إدارة علاقات العملاء الإلكترونية والفعالية وتحقيق الفعالية التسويقية لشركات ريفون المحمول في جمهورية مصر العربية الاستفادة ناقل الخبرات وتبادل الخبرات بين الجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة